موسيقى مساء الخير يا طرى الست فعلاً مهما نجحت في شغلها وحياتها ملهاش في الآخر غربتها وجوزها وعيالها ولا الفلوس والشغل أهم من تحكمات الزوج ودوشة الأطفال ده السؤال اللي بتسأله حنين بطل القصة حقيقية النهاردة بعد ما عدت بتجربة صعبة جداً غيرت كل حياتها لحد ما لقيت سنها بقى خمسة واربعين قدرت فيهم إنها تبني نفسها تنجح في شغلها بس من غير زوج ولا أطفال بقيت محتارة تعمل إيه في اللي جاي هتعمل إيه في اللي جاي من حياتها خصوصاً إن زميلها في الشغل بيقولوا لها يا بختك ده أنت والله اشتريتي دماغك طب تفتكروا إن هم عندهم حق تعالوا كده نسمع قصة من أولها ونشوف حنان بعدها تقول لنا إيه اسمي حنان أنيسة وعندي خمسة واربعين سنة من اسكندرية قصتي بدأت من وانا صغيرة خالص لما كان عندي سنتين وخدتني ماما معاها وهي مسافرة لأهلها واركبنا القطر وفجأة وانا نايمة حصلت هزة جمدة في القطر لسه فاكرها لحد دلوقتي رغم العمر ده كله وسمعت صوت خبط رزع ناس بتسرخ مع إحساس بقلم رهيب فجأة الدنيا سودت في عيني غبت عن الوعي وعرفت لما جبرت شوية بدأت أفهم إنها كانت حادثة قطر ماما توفت فيها أنا اتقطعت رجلي الشمال من فوق الرجبة عشت باقي حياتي بل بس قدم صناعي وعيشة بي الله يرحم والدتك يا حبيبتي حمد الله على سلامتك حمد لله على كل اللي يجيبوا ربنا طبعا اللي حصل لك مش شوية وأنا مقدارة وعايز أسمع أكتر أخدت وقت كبير عشان أتعافى من اللي حصل وسبب لي صدمة كبيرة خلتني لسنين كتير بصح كل شوية على كوابيس بس بابا واخواتي كانوا جنبي دايما وما سابونيش لحد ما جبرت أخدت دبلو انتجارة وتعينت بعدها في نفس السنة في مدرسة جنب بيتنا ضمن نسبة الخمسة في المية معاقين اشتغلت أعمال إدارية حمدت ربنا ساعتها على النعمة دي خصوصا إن كل حاجة كانت متيسرة بس بعد التعين بسنة بابا توفى ما بقاش لي غير أخوي الوحيد وأختين بنات كلهم كانوا متجاوزين ومخلفين لما وصلت لسن الخمسة وعشرين سنة كان في حد بيلمح إنه يحبني وعايز يتقدم لي وساعتها اتكلمت مع أخوي باعتباره ولي أمري وكبيري من بعد بابا الله يرحم فسكت شوية وبعدين قال لي هتعرفي تفتحي بيت وتربي أولاد وتبي أم وست بيت نجحة جنب شغلك أول ما سألني السؤال ده حسيت إنه فوقني كنت مش عارفة رد أقوله إيه وأنا بنت وعندها ظروف صعبة ورجل مقطوعة كنت خايفة تمنعني أعيش حياتي بشكل طبيعي مع الإنسان اللي هتجوزه والولاد اللي هخلفهم بدأت فعلاً أسأل نفسي يا ترى هعرف أقوم بكل التزامات البيت والشغل من غير ما حاجة تتأثر طب والإنسان اللي هرتبط بيه يا ترى هيفضل يحبني ومغمض عينه عن ظرف الأعاقة اللي حصل غصباً عني ولا ممكن يجي اليوم اللي يعيرني به وفي عزة ما أنا مشغولة بأسئلة كتيرة مش عارفة أجواب عليها لقيت أخويا بيقول لي شوف يا حنان أهم حاجة في حياتك هي شغلك شغلك هو المضمون لكن جوزك مش مضمون إياك تسيبه شغلك عشان البيت والعيال ساعتها حسيت من كلامه إن عايز يقول لي فوقي فوقي من أحلامك أنت ظروفك ممكن تمنعك تكوني زوجة وأم نجحة لو سبتي شغلك واتجوزتي بعدين ما توفقتيش هتبقي خسرتي كل حاجة لكن طول ما أنت بتشتغلي قادرة تصريفي على نفسك فيش حاجة تانية ممكن تأثر عليك كما ممكن ساعتها أناقشه وقوله ليه بتقول كده مين اللي قال مين اللي قال أنا مش عارف أكون زوجة وموظفة زي ما ستات كتير متجوزة وبتشتغل ومتوفقة بين الاتنين البيت والشغل بس خفت خفت أفتح بابا المناقشة خصوصا أني ما كنتش واثقة كفاية من إجابة تخليني أعرف أقول الكلمة دين دول بالعكس أنا فعلا كنت من جوايا خايفة من جاحت ملدي وهو خوفني أكتر طب أنا محتاجة أقف هنا مين قال إن أخوكي لازم يجون كلامه صحيحة ماش يمكن لو كنت جربتي أو لما جرابي تلاقي نفسك نجحة في شغلك وبيتك زي ستات كتير وظروفهم كمان شبه ظروفك عارفوا ينجحوا في الاتنين عمري ما بقول إنه وقت تأخر بس تعالوا نكمل أخوي يا سالي كان متجوز من بنت عمي ومع خمس ولاد عايشين مع بعض في الشقة على قدهم ما كانوش مبسوطين ودي نقطة كانت مخاوفاني من المسئولية والالتزامات لحد ما قررت في الآخر إني أنسى موضوع الجواز عشان أهرب من المسئولية وقلت أهم حاجة أشتري صحتي وحريتي وأنا فعلا ما بعرفش ربي ولاد فيش جنبي أم هتساعدني زي ما كل الأمهات بتساعد بناتها وقت الحمل والخلفة ومن وقتها كل عريس يتقدم لي أرفضه رفضت عرسان كتير قوي وزي ما يلي في الشغل كانوا بيشجعوني ويقولوا لي أنت كده عايشة ملكة وفي نعمة كبيرة من غير بقى ما زوج يتحكم فيك ولا يقرفك أو يطمع في مرتبك ولا حما تفضل تتخانق معاكي كل شوي وتحرق لقدمك وعيال بقى تهدي صحتك بلا دوشة بلا ولاد بلا وجع قلب وفي المقابل كانت أختي ومرات أخويا بيقولوا لي تجوز يا حنان تجوزي وهاتيلك عائل يخدمك ويشيلك لما تكباري وتبقي عجوزة بدل ما هتلاقي نفسك فجأة محبوسة بين أربع حطان أنت دلوقتي في صحتك قادرة تشيلي نفسك بكرة هتعجزي هتحتاجي لحد يساعدك ويونسك ما فيش حاجة هتدوم على طول بس بصراحة كنت بميل لكلام أخويا أكتر فضلت ثابتة على موقفي مع الوقت أخويا عزل من البيت سابني الواحدي بقى له حوالي 8 سنين وبعد فترة من عزاله حصلت مشاكل كتير بينه وبمراته سابت له البيت هي والعيال خدت معها بتقطة التموين بتاعته الدنيا ولعت ما بينهم فسابها زي البيت الوقف راح أتجوز من واحدة تانية في شقة بعيدة وخلف منها بنتين ساعتها خليت أخويا يكتب لي بيت العيلة باسمي عشان ما أحدش من عياله أو مراتاته يخدم مني سجلت العقدة بالمحكمة شغل وزوج لحد ما حصل اللي أختي كتحذرتني منه بدأت صحتي تتعب جامد خصوصا ما فصل رجلي اليمين اللي بدأت تتعبني قوي عشان حمل جسمي كله عليها من بعد ما رجلي الشمالة قطعت بيت غصبا عني مهملة في شغل البيت شغل المدرسة بقت قيل عليها جدا فوق ده كله أخويا تفصل من شغله بعد جوازته التانية بسنة شغل دلوقتي أعمال حرة بيطلع له فلوس قليلة قوي مش مكفية بيته بقيت حسنه طمعا فيه بسبب أنه كل شهر يجي ويشتكيلي من ديء الحال وقلت الفلوس وكتر الديون وطلبات مراته الجديدة اللي على طول مديناء وأنا ما عرفش أقوله لا عشان هو بالنسبة لي أب وأخ وحبيب ودلوقتي الناس كلها فاكرة أن أنا معي فلوس كتير قريبي زمالي في الشغل وجراني بيحسدوني عشان أنا الوحدي من غير زوج ولا ولاد ولا مسؤوليات زيهم وأنا يا دوب المرتب مكفيني بالعافية صحتي تعبت جدا الكل طمعان فيا ما بقيتش عارفة أنا كنت صح ولا غلط لما شلت موضوع الجواز من دماغي من عشرين سنة ولا عارفة أرجع أفكر في الجواز تاني ولا لا طب قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسلة حنين ممكن تكون رسالة متأخرة عشرين سنة مسافة عشرين سنة ما بين أتجوز وما تجوزش أول عريس تقدم لي وأنا عندي خمسة وعشرين سنة وخفت جيت أفكر تاني وأنا عندي خمسة واربعين سنة مشاكل صحية عشان بحمل على رجلي الناس كلها أقنعتني إن الجواز وحش وملوش لازمة وإن أنا في نعمة وبيحسدوني عليها إلا أختي ومرت أخويا شمعنا طب أنا رممت البيت وأخويا كتب لي البيت بس رجع وقال لي دي خدت بطاقة التموين خدتوا بالكو في النص قال لي إنه بدأ يبقى عليه ديون ما بعرفش أقول له لا لما يطلب مني فلوس أصله أخ وأب وحبيب أنا كنت صحة ولا لا أتجوز ولا ما أتجوزش استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن حنان بنت من اسكندرية وصلت لسن خمسة واربعين سنة من غير جواز من بعد ما عدت وهي عمرها سنتين بحادثة قطر ماتت فيها مامتها تقطعت رجليها الشمال حنان رغم الظروف عاشت مع باباها واخوتها وربوها وساعدوها إنها كمان تاخد دبلوم اشتغلت في المدرسة جنب بيتها وضمن نسبة الخمسة في المية معاقين بس والدها بعدها توفى على طول بقت مسؤولة من أخوها كبير لنصحها تشيل موضوع الجواز من دماغها بسبب ظروفها وقال لها أهم حاجة بالنسبالك هي شغلك وبس شغلك هو المضمون لكن جوزك مش مضمون وفعلا رفضت إن هي تتجوز رفضت كل العرسان اللي تقدموا لها منوية عندها خمسة واربعين سنة لحد ما بقى عندها النهاردة خمسة واربعين سنة زي ما كنت بحكي لكم بدأت صحتها تتعب مش قادرة تعمل شغل البيت ولا حتى شغل المدرسة فهو ده كله أخوها ساب مراته اتجوز واحدة تانية بقيت حنين حاسة إن هو طعم عن فيها بسبب إن هو كل شهر روح يشتكي بقى دي الحال ده أنا عليها ديون طلبات مراته الجديدة أصلها على طول مدينة وحنين مش قادرة تقوله لأ هو بالنسبة لها أب أخ وحبيب ومش قادرة تاخد قرار تتجوز ولا لأ عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة دكتور سارة الشقنقيري استشاري الطب النفسي عشان نشوف ممكن نعمل إيه النهاردة زيك يا سار زيك أمارك إيه يا دكتور الحمد لله كله جميل هو الواحدة تتجوز ولا ما تتجوزش بصي هو هو مش ده السؤال لأنه ممكن واحدة تتجوز واحدة ما تتجوزش مش دي المشكلة المشكلة في أن إحنا نبقى ودي بتحصل كثير قوي لما حد بيبقى عنده أولاد عندهم مشاكل خاصة أو قدرات خاصة أو زاوي الهمم أيوة بسعاد كثير من احتياجنا وحبنا لأولادنا واحتياجنا أن إحنا نحميهم بنوصل لهم صورة خاطئة عن نفسهم من هما ما يقدروش يعني بنخليهم يحسوا أنه هما أضعف بكتير من حقيقة الأمر ده بيحصل بطور كتير قوي منها أن إحنا نبقى بنعمل لهم إحنا كل حاجة علشان نريحهم أو نسعيدهم فهما ما يتعلموش إزاي يعرفوا يعتمدوا على نفسهم إزاي يعرفوا يستخدموا اللي عندهم أو القدرات اللي عندهم to the maximum يعني جزء كبير قوي وجزء مهم قوي من اللي بيحتاجوا الناس اللي عندهم أي نوع من أنواع disability أنه هما يتعملوهم rehabilitation أو يعني إن أنا خليه أقدر ذاته أكتر تقدير ذات أو أنه يحب نفسه أكتر وديره ثقة في نفسه على قد ماضر مش أفضل أخدمه في كل حاجة وحسسوا أنه في حاجة نقصة حبيل بالضبط وخليه يروح يعمل وحاجات يعتمد على نفسه ويتصحب على ناس يبقى عارف يعمل الحاجات يعني يستخدم مثلا يدو عوضا عن الرجل يعني فيه طرق كتير قوي في العلاج بتخلي الناس يعرفوا يعتمدوا على نفسهم حتى لو فيه جزء من القدرات ده مهم جدا أنه تأهيل الذات بس أنا عايز أسألك على حاجة هنا فيه رأيين عندنا في القصة فيه رأي مرات أخوها وأختها هنا تتجوز ورأي أخوها أنه لا لو شايفة أن أنت معلها صريحة عشان ما نظلموش بس أقلها الشغل مضمون الزوج مش مضمون رأيك إيه في الرأيين دول هو عمتا في الحياة ما فيش حاجة معينة هي لمضمونة أو حاجة مش مضمونة هو إحنا الأصلح والأحسن والصحي أكتر أنه إحنا نبقى ماشيين في حياتنا بنحاول نعمل أقصى ما نقدر في النواحي المختلفة من الحياة في شغلنا في علاقاتنا في أنه إحنا لو ارتبطنا نحاول ننجح الحاجة طب ليه إعمالة الرأي أخوها أكتر لما أحنا بقول نعمل أقصى ما عندنا يسار علشان هي خافت وعشان غالبا هي وصل لها المسج اللي أنا بقولك عليها دي عن نفسها إن هي غير قادرة إن هي أضعف إن هي أقل فبالتالي لما أنا حاسة أن أنا ضعيفة حبقى دايما عندي خوف جدا من المواجهة من مواجهة أو أي صعوبات أي تحديات حبقى دايما بميل لأنه لا غالبا أنا مش هقدر فأخليني أنا في وقفونا طبعا فيها مش شرط يعني برضو مش عايزين نحكم عليه ممكن يكون خايف عليها ممكن يكون هو دا وجهة نظره وهي دي رؤيته في الحياة يعني مش شرط الهدف الوحيد يكون إنه طبعا في فلوسها يعني الخايف عليها يطلب منها أو يقولها نومة ديون أو يذكر بطاقة التموين وأنه مراتهم بس في برضو حاجات تانية في القصة تقول إنه يعني إنه هو مثلا كتب لها بيت العيلة باسمها يعني برضو ما تقدريش تحكمي قوي من صفحة مكتوبة في رسالة هي كلها إحنا بنحاول نطلع حل أو بنشوف حل بس أنا عايزة أقولك تفتكري رأي الشارع المصري لو إحنا سألنا السؤال دا أيبا رأيهم إيه؟ الأغلبية هتقول إيه؟ يعني خلينا نشوف تعالي نشوف إحنا فعلا نزلنا وسألنا إذا كان طمعا فيها أو لأ تتجاوزوا أو لأ سألناك كل الأسئلة لمحيرونا وكنا عايزين نعرف هنا في قصة حقيقية الناس رأيها إيه؟ فتعالوا نشوف الناس ألتي في الشارع رأي قصة حلال قصة مأساوية بس أنا أنصحها اللي المفروض هي كانت بدأت حياتها بعيد عن أهلاك قد تتزوجت مكانش استسلمت المرض اللي هي فيه فيه زيها كتير قوي بنفس الحالة دي وعايشين حياة مستقرة ومكويسة لو كنت ما كان أخوها كنت أنصحها أنها ترتبط وتعيش حياتها حياة طبيعية وتنسى المرض اللي هي فيه والأعاقة اللي هي فيها عشان ما فيش حد حيوقف جنب حد في الزمن اللي إحنا فيه ده كل واحد يبدأ حياته بنفسه ويكمل حياته بما مع أي شخص تاني يرتاح أخوها بينصحها عشان هو ممكن يكون طبعاً في فلوسك لكن هو مش خايف عليها هو لو خايف عليها كان لها بدأي حياتك ويعيش حياتك لوحدك كل واحد يدور على مصرحته وبدورش على مصرحت غيره حتى لو إخوات لأن أنا شفت قصة زي دي أكتر من كده بكتير موجودة حياة موجودة فدي كسة حقيقية ما فيش حد بيفوته قطر الجواز ما فيش حد بيفوته فيه سن زيها وفي نفس الإعاقة وفي سنها وأكبر من سنها وبيبدأ حياته من جديد متعاطف معها لحالتها طبعاً إنها معاقة وتحتاج إلى رعاية ولم تجد الرعاية من أخيها يعني دي مشكلة كبيرة طبعاً أنا لو كنت مكان أخوها كنت أرعاها أو أزوجها يعني إما أجوزها لأي حد يتقدم إليها كنت طبعاً عنده إمكانات وعنده المقاومات بحيث تقدر تكون يعني زوجة يعني يرعاها يعني زوج يرعاها ما فيش زوج يرعاها يبقى أنا أخوها ويجب علي أن أرعاها ده واجبي ناحيتها يعني حنان لو كانت تجوزت أنا شايف إنها كان حيكون حالها أحسن من الحال اللي هي عليها أنصحها بإنها تهتم بشغلها ولو تقدم إليها زوج يعني ترى فيه إنه حيسعدها تتسوجه أما إن لم تجد زوج فيه مواصفات ليسعدها بلاش بقى خلاص برضو حيطة السن برضو ليها عامل يعني رأي مشكلك حنان إن أخوها للأسف هو عايز يستغل لها بأي شكل لكن هي بالعقل لو كانت تجوزت كان يبقى أحسن لها لو جابت بيبي أو بنت أو ولد كان نفعوها كان يشيلوها لما تجبر كانت هتشيلها وهي تعبانة لكن كده هي هتفضل تفضل طول عمرها لوحدها مش حاد هيشيلها بل بالعقس هتفضل تعاني ويفضل هم يستغلوها كل مدى أكتر وأكتر طبعا للأسف هي غلطانا إنها سامعت كلامهم وإنها مشت وراهم وبعد كده هتحس بمعاناة كتيرة يعني لأن كل ما تجبر كل ما هتتعب أكتر وأكتر وتحتاج لإبني سندها أو بنت أو زوج وفي أزواج كويسة جدا مش شارط إن أنا عشان كل في ناس مش كويسة لا في ناس كويسة جدا في رجالة كويسة أخوها شخص مستغل وعايز أكبر وقت ممكن معاه شان يستغل لها وياخد فلوسها بأي شكل بحس إنه هو لأنه شايف إن هي بالنسباله مصدر مالي كويس جدا لكن هي لو تجوزت طبعا هتصرف على أولادها ووجوزها ومش هتديله أي حاجة فهي بالنسباله مجرد استغلال يعني لأن إحساس الاستغلال ده أصعب إحساسها وحتى لو كان من أقرب الناس إن هي حد يستغلها وتفضل تديله وتديله بدون هي حاسة إن هي مش بتعمل أي حاجة لكن هي ولا ليها حياة ولا ليها بيت لما يكون ليها حياة وبيت أكيدها تكون أحسن بكتير يعني أنا وجد نظري بعد ما أوصل إلى 45 سنة لأسف فاتها أطرق جواز فعلا كذي ما بيقال لأن إحنا مقتمعنا كده ولكن ممكن تلاقي برضو حد يعني حد مثلاً يناسبها تكون تلاقي حد في حد 45 متجوز ومع أولاد أو مثلاً محتاج حد ست تكون ونيسة ليه من الشرط تكون يعني تتربيه أولاده بس تكون ونيسة معاه ممكن تلاقي حد زي كده آخر كلام لو لقيت فرصة جواز تتجوز وحد على الأقل بقوانيس معاها يعيش معاها ويرأيها إلى حد ما مجرد بس حد وأنا سمعها ده هي فرق معاها كتير تمثيتها قصة حنان شايفها من جزئين بصراحة الفترة الأولى هي لما كانت صغيرة عندها 25 سنة كانت لازم تفكر في نفسها وفي مستقبلها أياً كان هي عندها إيه أياً كان اللي عندها إيه كانت لازم تفكر في مستقبلها وتفكر أنها تعمل إيه قدام لأن كان ده اللي كان يعني هيعود لها لو كانت حنتجوزت وهي صغيرة أكين كان هي محسن من دلوقتي بكتير بالنسبة لأطريق جواز بن يعني لا نص ونص هو ما فاتهاش ما فاتهاش لا لسا لسا فيه أمل وممكن تتجوز عادي وممكن تتعيش حياتها عادي وممكن لها الشخص المناسب يقف جنبها ويساعدها وهي برضو تساعده بالنسبة لأخوها تحاول تقعد معاه تتكلم معاه تفهم منه هو كان وجهة نظره إيه لازم برضو تفهم هو وجهة نظره إيه نفس الكلام برضو تسمع من الناس تمام؟ حد تكلمها نصاحها تسمع منه للآخر من رأي بصراحة صحابها كانوا بيوسوها زي ما بنقول بيوسوها هو أول حاجة أنا أعيز أشكر الـتيام كله انا أريد أن تكون شارعا كم دقيقة ويكون دايما مع أنا شكل جديد ومبسوطة من الناس اللي قصة حقيقية بس في حاجة زعلتني قوي في النص أطر الجواز هو إيه صار أطر الجواز ده يعني أنا طول ما أنا عايشة وربنا يقدرني وأنا أدها أن أنا حاول أغير مفاهيم أنا غير مقتنع بيها في المجتمع أصلية كسرة السن الجواز أصلية كسرة التلاتين كسرة الأربعين مصطلحات بتضاف لنا ويقولك عدات وتقاليد وهي مش حاجة إحنا مولودين بيها أو ملزمين بيها وهغيرها وأحاول أغيرها ويشتغل على قد ما أقدر عشان أغيرها يعني أطر الجواز مين اللي اخترعوا؟ مين العمل للأطر ده؟ مش عارف يعني بس هو مش شرط خالص لأن احنا دلوقتي بنشوف ناس كتير جدا بيجوزوا في سن مختلف مين العمل للجواز السن؟ ده هو اللي رد عليهم لما قالك أصلية فتها أطر الجواز فيه ناس قلت لهم هم أحسن ما تركب أطر غلط وكل محطة تكلفها تمن الرجوع أكبر يعني مين اللي بيخترع قطر الجواز؟ هو مين اللي مسؤول عن تصنيف سن الجواز؟ ليه عدت أو ما عدتش؟ عمتنا عندنا تصنيفات لسن كل حاجة يعني فكرة أصلا أنه فيه وقت لازم تلحقه عشان تعمل حاجة ولو ما عملتوش يبقى كده فاتك الحاجة الوحيدة اللي أنا أحترمها هي وقت الخلفة لأنه مش بأيدينا فيسيولوجيا وسايكولوجيا يعني زي حاجة مش بأيدي وبايولوجيا يعني مش هتعرفي تخليفي بعد سن كذا تمام بس ده رينج كبير قوي لكن مش الجواز يعني الخلفة دي بإيد ربنا حتى لكن مش الجواز الجواز ده مجتمع هو اللي بيحط في المعايير يقول لك يا حبيبتي عدت التلاتين ولسه ما تجوزتش الله يكون فعونها تلاتة وتلاتين أص الستة لما ما بتتجوز هو ستة لما بتتجوزش بنقصها إيه يعني بصي كل حد بيبقى حابب أو أحسن له أو يبقى مبسوت أنه يبقى عنده كل الحاجات ولا أنه يكون بحريته ما هي بقى الفكرة أنا اللي بختار أو أنا اللي بشوف اللي ينسبني أن إيه هي الحاجات اللي موجودة وإيه الحاجات اللي مش موجودة دلوقتي يمكن تبقى موجودة بعدين أو يمكن أنا مش عايزاها يعني مش لازم كل حياة الناس تبقى شبه بعض ومش لازم يبقى فيه رفرنس واحد بيقول أنه عشان الواحد يبقى عايش حياة كويسة أو حياة صحية لازم يبقى عنده 1, 2, 3, 4 حد سيبقى لك في التقرير أنا هبدأ لك من الآخر للأول أنه آخر حد آخر رؤية معنا بيقولك أنه مصحابها بيوسوها بس لكن أنه الجواز جميل وأنه هو تستكري هما بيوسوها ولا ممكن يكونوا فعلا بيحقدوا عليها هما ممكن يكونوا هما شايفين ساعات كتير الواحد بيبقى شايف الحتة اللي مش عنده محدش عاجبه حاله بالزبط يعني لو أنا مخلفة وعندي أولاد كتير وتعبني وبجري وراهم وكده فشايفة أنه اللي ما عندوش المسؤولية التقيلة دي هو عنده حرية أكتر عنده يقدر يستمتع بفلوسه أكتر مش مضطر أنه يعني كل حد شايف الجزء اللي ناقص من عنده حقيقة الأمر بقى كل حاجة في الدنيا فيها الحاجات الحلوة والحاجات الصعبة فيها وكل حاجة أنا عايزاها لازم بيبقى فيه قدامها مقابل فهي الفكرة تضحيات بتبقى مقابل مش لازم تضحيات هي مسؤوليات هي مجهود بيحتاجي تعمل مش تضحية؟ مش لازم نسميها أصل تضحية دي عارفة تحسسك أن أنت ضحية أنا قضيت عمري كله وسط الحلل عشان ربيتك آه ده أحساس ضحية كده يا ريتك مقضيتي عمرك وسط الحلل والا ربتين بمسلا طب أنت عتت قوليلي قبل ما نشوف التقرير قلت لأ مش حاسة أن أخوها طمعان ليه يا صغيرة محاسة؟ ما أنا الأغلبية قالوا لك آه ما هو إحنا برضه مش عايزين نبقى دايما عندنا سوء يعني افتراض سوء النية في الآخرين كده هي مش افتراض سوء النية بس هي مواقفك وكلامك مواقفه وإسلوبك اللي بيخليني أفهم أنت إيه؟ آه بس إحنا للوقتي إحنا شوفنا بعد عشرين سنة أنه هو طلق وجوز واحدة تانية والتانية يعني حصل له زروف مش أحيانا بيقولك برمي لقدام وارمي لك حاجة عشان تأمني ما كله ده في الآخر أنت العيل ولا تيل زي ما بيقوله بس كلها افتراضات يا سالي يعني إحنا ما عاشناش مع الراجل ده عشان نعرف هو عمل كل مواقفه معاها في خلال حياتها كانت عاملة ازاي هي برضو بتاثق فيه ليه ما هو برضو ما هي اللي فتحت لنا الباب ده يا سار يعني هي اللي راح اتقاله أنا حاسة أنه هو ممكن يبقى طمعان طالما الشك دخل مش بتبدأي تشوفي هي دلوقتي حاسة بعد ما هي بقت خمسة واربعين سنة وهو حصل له كل الظروف دي بس هل هو لما هي كان عندها خمسة وعشرين سنة من عشرين سنة كان عارف أنه حيطلق وحيجر له إيه ما هي برضو كأننا بنحكم على حاجة بمعلمات النهار ده بنحكم على موقف حصل من عشرين سنة فاحنا منقدرش يعني منفعش نحطه مؤسات بعض طب هو ليه بعد عشرين سنة بنقنب نفسنا يعني واحنا مفروض كل كام سنة بنقف وقفة مع نفسنا كده نبص احنا عملنا إيه في حياتنا يعني علم النفس يقول لي إيه يا دكتور هو عامة ده بيحصل بشكل يعني مش احنا اللي بنعمله إراديا يعني ساعات كتير ناس بتفضل ماشية كده واخداها الموجة أو ماشية مع الفلو وبعدين ممكن نعود عشرين سنة مش واخدا بالي أنا راحة فين ممكن لغاية ما يحصل تريجر معين تريجر زي يعني إيه اللي يحصل يخليني أفوق يعني في الإجزامبل مثلا بتاع الستوري بتاعتنا أو القصة بتاعتنا ممكن يكون التريجر كان إنها حاست إن صحيتها تعبت فمجهود الشغل اللي بقى كتير عليها طب أنا عندي إيه جر شغلي إيه ده طب أنا ما عنديش أطفالي يقفوا جنبي يعني بيحصل حاجة تلخلخ لنا المعتقد اللي احنا ماشيين به فبتدي أنا بقى أرجع أتساءل محسبة الزيت بقى وبعدين أرجع أتساءل طب إيه ده طب أنا القرار اللي خدته كان مزبوط كان غلط طب أنا ممكن أغيره دلوقتي طب يعني بنبتدي يطلع يعني أسئلة كده وممكن جدا يكون في خلال العشرين سنة التساؤلات دي كانت بتيجي وبتروح وهي لخمة نفسها في الشغل طب إزاي الواحد يبقى عارف إنه هو قادر أو غير قادر على الخطوة اللي جاية بمعنى هل أنا مستعدة للجوز ولا لأ هل أنا مستعدة للخلفة ولا لأ يعني يا دكتور أقسها إزاي نهي دلوقتي بتقول صحيتي راحت وأنا ما عملش بيها حاجة مش هي كانت ممكن لما أول ما تتجوز صحتها أو رجليها اليمين اللي محمل عليها جسمها كله تخنها طب ما هو كان ممكن أول ما تبتدي تشتغل طب ما هو الشغل على فكرة ما هو مسؤولية وفي مجهود إمتى أحس إن أنا قادرة أن أعمل كده يعني الجواز ده بيتاخد بعد أن يخطه عمتا الواحد بيحتاج أنه هو يبقى عارف هو عايز إيه ويسعى له ويشوف بقى يعني هو تشتغل على صحتها تشتغل على أن هي تعمل مثلا علاق طبيعي يعني الواحد بيحتاج هو يعمل مجهود علشان يحاول على قد ما يقدر يبقى قادر على اللي هو عايزه لكن التفكير بالمشألة مش مزبوط له هو لما بأقدر إن شاء الله أبقى أعمل ساعات كتير عمري ما أنا قاعد بقى مستني زي ما كل واحدة فينا ممكن تختار الزوج حسب احتياجها يعني أنا مثلا محتاجة أنه مثلا حد يبقى غني قوي أنا محتاجة حد يشيل معي مسؤولية العيال ويبقى أب قوي ويعنده الأبوة الرهيبة المسؤولية محتاجة حد كجود كومبيني نقعد نسمع الست ونشرب شاي العصاري ونتكلم كلمتين كل واحدة حتياجاتهم مختلفة فعلا يعني كل واحد فينا بيبقى ليه فعلا الاحتياج اللي يهمه هو يخصه هو بالزبط وحاجة من الحاجات اللي بتفيد جدا الواحد يشتغل عليها هو أن أنا أفهم نفسي وأفهم احتياجاتي بجد وأشوف أنا عايزة إيه وحاول أسعى التحقيق اللي أنا عايزة وكل ما بسعى يعني عارفة كأني ماشية في جورني أو في رحلة كده وممكن أكون في أول الرحلة عاملة حسابي أن أنا حوصل لحتة معينة وفي وسط الرحلة اكتشفت أنه طب أنا حبة أن أنا لقيت حاجة في السكة لفتت نظري أن أنا أدخل يمين شوية لكن ستل هي حاجة كويسة أن أنا ماشية يعني البروجرس نفسه اللي أنا بعمله من خلال سعي في الحياة ساعات بيوجهني ممكن لوجهات مختلفة عن اللي أنا كنت في الأول عاملة حسابي عليها بس ده ما يعنيش أنه أنا كنت غلط أن أنا مشي أو زي ما بيقوله ممكن فجأة تلقي نفسك عايزة تطفي قلوعك تعاضي في وسط الميا ميا توديكي وتجيبك زي ما تجيبك بس هي فترة أنه عايزة ركود بس دي محتاجة تكون مرحلة هي دلوقتي تبقى في مرحلة يعني هل هي دلوقتي مستعدة للجواز حتى وهي بتقول صحتي خانتني أو بقيت تعبينها؟ هي بتهيالي في مرحلة أنها بتدت تبقى بتتساءل هي عايزة إيه في الفاضل؟ ده معنى إيه؟ معنى أن هي بتعيد حسابتها ودي حاجة كويسة أنها تحصل للواحد أنه يعني يعود يعيد حساباته ويعمل قرارات جديدة بناء على رؤيته الجديدة ممكن لما تقعد تفكر في كل الـ options وكل الـ alternatives أو الاختيارات تلاقي أنه هي مرتاحة أكتر أنها تفضل زي ما هي أو هي مرتاحة أكتر أنها تعمل اختيار مختلف وعمره ما بيبقى too late أو عمره ما بيبقى لأ خلاص بقى كنا زمان عملنا القرار بس دلوقتي لأ لازم نفضل عاديين دايما بيبقى فيه حاجة ممكن تتحامل أنا هاخد بقى من من إجابتك دي أنا فهمت يا تعمل إيه بس أنا هاخد فاصل ونرجع تاني وهسألك السؤال اللي أنا حطه في المغي دلوقتي فاصل وراجعين خليكم معنا في قصة حقيقية طب هو فعلاً الست مهما نكحت واشتغلت ملهاش غربتها وجوزها وعيالها ومطبخها طبقاني أحسن تتجوز ممكن ما تبقاش سعيدة في بقتها ولا ما تتجوزش تبقى ناجحة في شغلها ده أهم سؤال خرجنا بيه النهاردة من قصة حنان محتاجين بقى نفكر في إجابته مش عشان حنانه بس لا احنا من الكلام عن بناك كتير بتتفرج علينا منهم اللي بيفكر بنفس الطريقة ومنهم اللي أهله عقدوه أو عقدوها فاتك قطر الجواز هتلحقي إمتا؟ هو متلحق تخلف وتتجوز لأ وبعدين فيه التاني يجي يقولك إيه؟ هتشدي حيلك إمتا؟ هتجيب العريس من هنا هيتطلع من التلاجة؟ بجد بتعمله لود على كل بنت أو ضغط مرعب والله العظيم بقيت أشوفه كتير قوي اللي يمدي بالذات إنه بنات أنا مش عارف إيه أنا هشتغل وأبقى حاجة عشان ما حدش يقولي تجوزي أول ما يلاقوها نجحت بقى معها فلوس بقيت حاجة كبيرة وقدرت تبقى حاجة في المجتمع إليك مش مهم بتتجوز ليه؟ هنتكلم في حاجة كتير قوي النهاردة عشان كده لسه معانا دكتور صارة شقونخيري استشارية الطب النفسي اللي هترد على كل الأسئلة أنا هسألها بقى من وقع اللي أنا شفته لأنه أنا واحدة من الناس اللي ما بخجلش وما بكسفش وما استنيتش إن حد يضغط علي ولا هنفرح بيكي إمتى وتجوزت في سن الستة وتلاتين تقريبا أو سبعة وتلاتين وهقولك وفي الآخر ياريتني كنت تجوزت ولا لأ زي ما دايما بعمل معاك وبقولك الحقيقة صارة بقولك إيه؟ تتجوز ولا ما تتجوزش أنا قلتلك أنا هختم معاكي فقر الفتت ومن إجابتك أنا حاول تلم كده تتجوزتي ولا ما تتجوزتي لا هو هتتجوز ولا ما تتجوزش هي مش قرار نحن على فكرة هو ده حاجة رجع علي لا أنا بتكلم من مش قرار أنا بتكلم من ناحية الطب النفسي يعني أنا كسالي أو حتى مش كموزيعة ككست ممكن تكون آه جوزت على سن كبير مع أن أنا ضد أنه تتجوز على سن كبير أنا أتجوز وقت ما لاقي حد مناسب ومن نسبة للنفسي أنا ووقت ما كون أنا مستعدة ووقت ما كون أنا شايفة ووقت ما كون شايفة ووقت مناسبية بالضبط أنا خلاص مش حاسة أني عايزة كون نفسي مش حاسة أني البن قدم ده هيعطلني فأنا بسألك بناء على العلم النفس بيقول إيه باللي أنت سمعتين نهار ده أنا لو حد جي سألك طب صارة إيه رأيك أنا ظروفي واحد اتنين ترى تربعة تفتكري هل أنا مؤهلة للخلفة أو هل أنا مؤهلة للجواز دي حاجة هتاخد مننا وقت كتير قوي نشتغل عليها مع الشخص نفسه عشان هو اللي يوصل للإجابة دي حتى من اللي أنت في أريتيم من القصة مش شايفة أنها محتاجة وأناس أكيد يعني محتاجة أو مش محتاجة كل حد فينا محتاج حاجات كتير مختلفة فسأل فكرة أنه الشخص هو اللي بيقدر يحدد هو مستعد يعمل إيه ومستعد يعمل مجهود عامل إزاي واحتياجاته النفسية إيه أكتر وفي نفس الوقت برضو إيه الحاجات المتاحة يعني إفريدي هي جاءت لي وقلت لها روح يا بنتي اتجوزي إفريدي ما لقيتش الفرصة المناسبة أو الشخص المناسب هل ده معناه أن هي كده حياتها مش كويسة أو هي كده حياتها لازم تفضل تقعد باز علينا نقعد كل كتب كتاب كل فرح كل مناسبة عقبالك يا حبيبتي عقبال ما نفرح بيك إيه طنط أنا فرحانة ربع ورشين ساعة بتعلي فرحي معنا في البيت الله لا وغير الفكرة كمان أنه الناسبة تتعامل كأن الموضوع بالزرار أنا حنزل دلوقتي أدوس على الزرار ألاقي الشخص المناسب هكبر واجيبه يعني ما هي كلها يعني إحنا محتاجين ندرك أنه الحياة عبارة عن فاكترز كتير قوي وكل واحد بناء على ظروفه وبناء على المتاح قدامه بناء على قدراته وبناء على احتياجاته بيبقى اللي ينسبوا حاجة مختلفة غير التاني هي الفكرة كلها أنا محدش يحجر على رأيها ولا حد يصدر لها فكرة تشككها في نفسها زي أنه لا أنت مش هتقدري أو لا أنت أوعي تعملي كده اللي يناسب الجميع يعني اللي أنا هقوله دلوقتي اللي هو مواصفات الزوج اللي ما بيعيرش هو أنا أضمن منين يا سارة أنه مثلا خلي بالك هو أنا مش بتكلم على أنه حتى أكون من زاوي الهمم أنا بتكلم أن كل واحد فينا في حاجة في نفسه يعني في حاجة في شكله مش عجبه في حاجة في جسمه مش عجبه في حاجة في وشه مش عجبه وما بنقولش عليها لأن أنا بنخاف أن الناس تعرف عيوبنا أو حتى شخصيتنا بنحاول نظهر أحلى ما فينا بس أنا أضمن منين أن اللي قدامي ده لو حاجة بيناله قوي وأنا مش عارف أدريها مش حاجة في إيدي يا ربي فما أضمن منهم ما يعيرنيش يعني هل لو هي تجوزت مش ممكن يعيرها؟ هو أي حد لو تجوز أو لو عمل أي خطوة أو لو ارتبط بأي شخص ممكن وارد أن الشخص ده يعمل أي حاجة مش بس يعيرها ممكن واحد يعير حد ممكن واحد يتحك على حد ممكن واحد ياخد فيه يعني فيش دمانات سأسرع؟ لا هي الفكرة كلها في إيه بقى أولا أنا مهم أن أنا أصلح صورتي الزاتية عن نفسي لأن هي دي اللي بتحميني وهي دي اللي بتخليني في الآخر أبقى بفلتر الناس بناء على اللي بيعرف يعملني بما أنا أستحقه واللي بيقلل مني أو بيديني يعني ده مش كلام أنه أحب نفسي زي ما أنا عشان الناس تحبني أحب نفسي وأقدرني فبالتالي أنا أبقى عارفة إيه اللي أقبله وإيه اللي ما أقبلوش إيه اللي ينسبني وإيه اللي ما ينسبنيش ما يبقاش طول الوقت أنا صورتي عن نفسي مبنية على أنه بشوف نفسي في مراية الآخر فبالتالي لو مع واحد بيحسسني أن أنا قليلة بقى شايفة نفسي قليلة فعلا فافضل مستنية ومستحملة وده كلام بجد أنه والله العظيم حتى لو بنتكلم في الدين حتى لو بنتكلم في علم النفس يقول لك أنه ضحكة الست اللي بتبين الرجل اللي معها إيه يعني أنا لما أشوفك وبص على وشك وبص على نفسيتك بيبين الرجل معك غلص يا حبيبتي عرفت يعني متخنقة متصلحة هو كويس مش كويس بس أنا عايز أسألك على حاجة وسؤال مجتمعي خبيث جدا وأنا يمكن أكون برفضه وهختم بيه بس هو السؤال لازم يتسئل يعني أنا مش عاجبني السؤال بس هو لازم يتسئل ايه سؤال؟ هو الجواز بيخلي الست تبقى كويسة وصحتها كويسة ونشيطة وجميلة وما بتكبرش ولا بيخليها دايما في نكد وزعل وشايلة مسئولية وبدأت دوامة الحياة ما فيش تعميم لحاجة زي كده هو الشخص هو اللي بيعرف ازاي سوء حياته أو يمشيها في دايركشن تخليها حياة صحية أو ممكن تخليها حياة غير صحية فمش عايزين نعمل جانرلايزيشن أنه الجواز بيحلي الجواز بيطفي الجواز بيوحش الجاية بس احنا عاملين أنه لو احنا بنعمل في حاجة بيولك التطلق بيحلي بيولك الست بتطلق وان هنا تبقى دا مش حقيقة حلوة دي ليه بقى؟ ليه بس فهم إيه المفهوم المجتمعي دا؟ علشان دا ممكن يكون بسبب أنه الواحد وهو حزين وهو سترست وهو دريند يعني أو في علاقة أزياء أو كده بيبقى مش مش عارف ياخد باله قوي من نفسه لما الحكاية دي بتأند أو بنعرف نخرج منها بيبقى قدرين بقى نحن نشتغل على نفسنا نرجع نخد بالنا من نفسنا نرعي صحتنا وهكذا أو بتخرجي من حاجة كانت أزياكي فعل أو فريدي كان حد كان في علاقة كويسة وبعدين علاقة دي انتهت بالطلاق هل شرط أنها هتحلوه بعد لا يعني مفيش جنراليزيشن عمتك من أقدرش نعمم هي الفكرة كلها محتاجين نبقى عارفين الديتيلز والتفاصيل بتاعة الحياة عشان نعرف نقيم كل تجربة على حدة وبتاعة نفسنا يا سور محتاجين كل واحد يفهمه وعايز ايه تعودي مع نفسك وتعرف انت عايز ايه ومحتاجين نفهم انه مفيش رفرنس واحد ايه الحاجات اللي لازم تتوفر نموذج نمشي عليه كلين بالضبط عشان يبقى انسان عايش حياة كويسة ده بيختلف من انسان للتاني تماماً شكراً لك دكتور سور شكراً لك شكراً لك انا بايز اختم معاك يا هنانو اعيز اقولك كلمتين كده من واقع انه اللي عشته من واقع خبرتي في الحياة ومن واقع اللي بشوفه من اللي حوالي بشوف حاجة وما ينفعش ان احنا نعممها بس انا شايفة انه وهي الناس اللي بتقول كده انا مش بقول كده انا هقول لكوا رأيي الناس وبعد كده اقول لكوا رأي انا زي ما دايماً بعمل معاكوا في قصة حقيقة يقولك انه الست اللي بتتجوز وهي صغيرة وبتجيب عيالهم صغيرين بتبقى احسن لها من اللي بتشتغل وتحتكب الناس ويبقى معاها فلوس لانه الست اللي ما بتمسك قرشة بتبقى قوية خلي بالك لو تجوزتها قوية لا خدها صغيرة وربيها وهي صغيرة عشان تطبع بطبعك وتفضلوا مع بعض طول العمر مع انها مش حقيقة وشفت ناس تجوزوا من هم صغيرين قاعدوا مع بعض فترة وراحوا في الاخر وصلوا لطلاقة انا اللي عايز اقولهولك يا هنان انه تتجوزي او ما تتجوزيش ده قرارك يا حبيبتي قرارك يعني ايه يعني انت تقولي انا عايزة ايه في الراجل اللي معايا الخلفة بتاعت ربنا زي ما في ناس رخمة لو بصي احنا اتجوزنا يعني انت ما تجوزيش هيعود يزنه عليك بعد ما تتجوزي تكلموك يقول حامل اقول مبروك ولا فيش حاجة جاي في السكة نفس عف جاي في السكة منين احنا هنجيبه منين بعد ما بنخلف خلاص بنجيب تاني هاخد خوي لا اوعي مايفعلش يبقى الواحد ولا لازم تشوفي تاني لا شوفي لا مش عارف يوعده يزنه 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 ولو مشينا وراكو هنروح في حتة وحشة قوي بقينا احيانا ما نحبش نوح مناسبات نحبش نعود مع عائلات بنقفل على نفسنا لانو ده اختيارنا عارفين مين اللي بيسكت؟ اللي بيقولك اصله عنده زي البنت يعيني اللي ما تجاوزتش ما احنا عندنا واحدة في البيت برضو لسه ما تجاوزتش فطانت دي تضطر تسكت ما تجيش تقولي كلمتين عشان بنتها برضو ما تجاوزتش او بنتها التانية ما خلفتش حرام عليكم لا ده مرتاح ولا ده مرتاح لما يكون اختار الحاجة اللي هو بيحبها اوعي يا حنان تتجاوزي عشان هما بيقولك اتجاوزي او ما تتجاوزيش مش حاجة اسمها حد نصحني وحد ما نصحنيش من اياما نصحوني ما تتجاوزيش وياما انا كنت بقول لا انا مش عايز اتجاوز لحد ما قلت ايه كل واحد فينا لازم يجرب انا معرفش بكرا الحياة انت بيا فين زي ما يجي يقولك حب وجنة وعيشت فيها فجأة ممكن تلاقيهم اطلقين مقلب القلوب عشان كده عمري ما هقول كلامي يتمسك علي لك دي كانت بتموت في جزء اه دي حقيقة دلوقتي ما عرفش بكرا في ايه يا طارى هنفضل نموت في بعض ولا هنموت بعض ما تعرفيش عشان كده اختاري اللي يناسبك دلوقتي اختاري اللي انت عايزة دلوقتي يا حنان انت اللي تقولي ومش عايز اقولك ان اخوكي ممكن يكون طمعان او لا مش عايز ان انا عاود اقولك اه ده دول طمعانين ودول عايزين ودول شايفين لان انا مش هسودها وعاود اقولكو اه ده الكلام الحقيقي اه بنشوف مش عارفة اخت بتعمل فختها ايه والتانية بتاخد منها ايه وده بياخد منها ايه مش هقولك كده ومش هعمل كده ومش هساهم في ده مش هساهم في العمال يحصل في المجتمع يعني احنا عمين بنضمره حتة حتة وكلها عادات وتقاليد يعني ايه يعني بنا قدمين زينا اخترعوها مش هنمشي وراهم اختري لي رياحك يا حنم واتجوز بش حكس ما انا هقدر او مش هقدر ربنا يديكي طاقة من عنده ويديكي صبر من عنده ويديكي سعادة من عنده بشكركم جدا كنتم مبسوطا ايه موجودة معاكو النهاردة بنقش قضية زي دي وبنشوف انه زاوي الهمم والجواز والطمع والفلوس في حلقة واحدة بشكركم جدا واستنونا في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة